قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص العزاء والمؤساة لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله جاء ذلك خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد اليوم يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم قد عبر سمو ولي العهد عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد مؤكدا سموه أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله سائلا لها عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته فيما أعرب والد وذوي وإخوان وأبناء الفقيد عن عظيم شكرهم وتقديرهم لما عبر عنه سمو ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد رحمه الله حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية